طيب معنا كمان رمين إبراهيم شعري بيتشابك كتير قوي مع بعض يعني شعرها متشابك كتير مع بعض برغم أنها بتعتني بي بتصرحه كويس طول الوقت عوزة أعرف هل ده ممكن يكون سببه برضو نقص الفيتامين هل تشابك الشعر ممكن يبقى سبب نقص الفيتامين نقص فيتامين ونقص ميا والتنين والسبغات الكتير والسشوار الكتير عمل على بطالة على الشعر يا التشابك يبقى نقص ميا كمان نقص ميا أكيد لأن انت عندك شعر جاف جدا فلازم طول وقت أشعر ميا بكمية كويسة عشان أرطب شعري واستخدم كريمات الترتيب بتاعتي أكيد طبعا أكيد وبنصح بقالب مالتي فيت لأنه بيعلي الكواليتي بتاعت الشعرها جدا والله بيحسوا بالتحسن بتاع الشعري ده تحديدا اللي عندهم مشاكل في الشعر مع قالب مالتي فيت أمتى يدي؟ أنا بالنسبة للشعر ما بحبش الاستعجال خالق وبيخد وقت طبعا أكيد لأن المراحل النمو الشعر أنا عندي ثلاث شهور ثلاث مراحل والشعر بتقعد ثلاث شهور وبتقع وبيرجع تاني وصالت الشعر تنتج البيوتين ده من أهم الفيتامينات الموجودة داخل قلب مالتي فيت لدعم الشعر ولترتيب الشعر وعدم تساقطه ولامعان الشعر 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 أسير طويل مش ديك قصة هم يبقى صحي وبيلمع ومفوش تأصيف عندي الزنك مهم أعوي لأن أنا قلت أن الزنك مهم لأي حاجة بتجدد في الشعر في الجسم الشعر خلايا حية لما بتموت بتقع وبتجدد الزنك مهم لها جدا جدا فيتامين سي مهمة برضو للشعر جدا فالبا مالتي فيت هتاخد قرص واحد بس ما منقطرش عن قرص الجرع المناسبة لأي حد من الستات والرجالة هو قرص واحد بس في اليوم كل يوم